أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فأرحب بكم في هذا المجلس العلمي الذي سنتناول فيه بإذن الله عز وجل تفسير سورة هود عليه السلام ولم تزل طريقة أهل العلم من المفسرين في تناولهم وتفسيرهم لسور القرآن الكريم يبتدئون بتعريف مختصر موجز عن السورة الكريمة وهذه السورة الكريمة سميت سورة هود لذكر خبر نبي الله هود فيها وهي السورة التي كرر فيها ذكر اسمه عليه السلام خمس مرات ولم يتكرر بهذا العدد في سورة غيرها ومن هذا الباب ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أو تلمس من وراء ذلك حكمة في تسمية هذه السورة باسم هذا النبي مع ورود أنبياء آخرين في هذه السورة الكريمة وأما تاريخ نزولها ووقت نزولها فإنها تصنف ضمن السور المكية بل إنها من السور المكية التي تقدم نزولها ويمكن أن يقال لا على سبيل الجزم إنها نزلت بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ووفاة زوجه رضي الله عنها خديجة فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام اشتدت قريش عليه وتجرأت عليه فنزلت هذه السورة الكريمة تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم وربطاً على قلبه وذكرًا لما كان عليه الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام ومواقف أممهم معهم على أن هذه السورة الكريمة وإن ذهب عامة أهل العلم إلى أنها سورة مكية إلا أنه قد وقع خلاف في بعض آياتها في ثلاث آيات منها يقوله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وقوله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه وقوله عز وجل فأقم الصلاة طرفين نهار وزلف من الليل قد وردت روايات عن بعض السلف أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غير أن المتأمل في نظم هذه الآيات وسياقها وجرس ألفاظها يقطع بأنها تندرج ضمن خصائص السور المكية فإذن هذه السورة بكل آياتها هي سورة مكية وقد ورد في فضلها حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر رضي الله عنه شبت يا رسول الله يعني قد بدى وظهر فيك الشيب فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله شيبتني هود وأخواتها وفي لفظ أنه قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وهذا الحديث عده بعض أهل العلم مثالا على الأحاديث المضطربة التي اضطربت ألفاظها ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم بين تضعيفه وتحسينه إلا أنه بكل حال يومئ ويشير إلى ما تضمنته هذه السورة من المعاني والعبر العظيمة التي تفزع القلب وتوقعه في الدهشة ولهذا يعني سبب أن يعلو الإنسان الشيب هو بسبب ما في هذه السورة الكريمة من الوعد والوعيد الذي يفزع القلب ولذلك الله عز وجل لما وصف يوم القيامة قال عنه يوما يجعل الولدان شيبة من شدته وهوله وهذه السورة الكريمة بآياتها ومعانيها ومضامينها تضمنت كثيرا من المعاني العظيمة التي لو تأملها الإنسان وتدبرها لا شك أنه أن لها أثرا كبيرا على قلبه وهذا يقودنا أيضا إلى الإشارة إلى موضوع هذه السورة ومحورها الرئيس الذي تدور عليه وتتكلم عنه والحقيقة من تأمل هذه السورة الكريمة لم يشق عليه أن يهتدي إلى موضوعها الرئيس الذي تتكلم عنه إذ فيها بيان لحال الأمم السابقة وموقفها من رسل الله عز وجل موقفها من دعوة التوحيد موقفها من رسل الله الذين أنزلهم الله أرسلهم الله والكتب التي أنزلها والدعوة التي جاء بها الأنبياء كيف أرسل الله عز وجل أولئك الرسل وكيف كانت دعوتهم وكيف كان موقف قومهم منهم ثم ما مصير الذين آمنوا بدعوة رسل الله وما مصير أولئك الذين كذبوا دعوة أولئك الأنبياء وفي أثناء هذه السورة تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وربط على قلبه فإن من تأمل هذه السورة وجد آياتها علم أن فيها تسلية كبيرة وتثبيت عظيما لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن كذب فقد كذب قبله الأنبياء والرسل وإن أعرض عنه وإن استهزئ به ووصف بأوب شع الأوصاف فقد سبقه من إخوانه من الأنبياء والرسل من لقي مثل هذا التكذيب ومثل هذا الصد والإعراض ولذلك الله عز وجل أشار إلى هذا المعنى في آخر السورة الكريمة حيث يقول عز وجل وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقص الله عز وجل لتلك الأنباء والأخبار هو تثبيت لفؤاده عليه الصلاة والسلام وتسلية له وقد استفتحت هذه السورة الكريمة قد استفتحت هذه السورة الكريمة بقوله عز وجل ألف لام را وهذه حروف مقطعة استفتحت بها عدد من سور القرآن الكريم وقد وقع بين المفسرين خلاف كبير واسع في تحديد معاني تلك الحروف والمقصود بها وهذا الخلاف الذي وقع بين المفسرين فيها خلاف واسع حتى إن بعض الأقوال فيها تذهب إلى معاني عجيبة ودلالات غريبة ليس في أثناء الكلام ولا في سياقه ما يدل عليها والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحرف التي افتتحت بها السور هي إشارة إلى معنى التحدي والإعجاز للعربي أن يأتوا بمثل هذا القرآن حيث افتتحت بها ثلاثون سورة من سور القرآن الكريم كلها بعد أن تذكر هذه الحروف يأتي إشارة إلى القرآن الكريم عدا أربع سور منها لم يرد فيها الإشارة مباشرة إلى القرآن الكريم وهي سورة العنكبوت سورة مريم وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة القلم هذه افتتحت بحروف التهجي حروف المقطعة لكن لم يرد بعدها مباشرة حديث أو إشارة عن القرآن أما الباقي المواضع جميعا فإن بعد هذه الحروف مباشرة يأتي إشارة إلى القرآن الكريم كهذه السورة الكريمة يقول عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه الحروف هي إشارة إلى العرب الذين بلغوا الفصاحة في اللسان العربي أن هذا القرآن الذي تقرؤونه هذا القرآن الذي تحداكم الله به أن تأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة منه أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله فإذا ثبت عجز العربي مجتمعين ومنفردين عن الإتيان بمثله ولو بعضه فلا أن يعجز من بعدهم ممن لم يكن من أهل اللسان من باب أولا ثم قال الله عز وجل بعد ذلك كتاب أحكمت آياته قوله عز وجل أحكمت آياته أصل الإحكام الإتقان والشيء المحكم المتقن ومدار كلمة الإحكام على المنع ومنه يقال للحكمة التي توضع ضمن لجام الدابة فتمنعها من الإضطراب ومنه الحاكم الذي يمنع الخصوم من الظلم والتعدي ومنه الحكمة المانعة من الجهل والإحكام الإتقان فكلها مدارها على هذه المعاني وهذا وصف للقرآن الكريم حيث يقول عز وجل أحكمت آياته بمعنى أتقنت آياته فمعنى ذلك أن القرآن كله محكم أحكمت آياته أتقنت لا خلل فيها للطراب لا تعارض لا اختلاف والقرآن لم ينزل في يوم واحد أو ليلة واحدة بل تتابع نزوله طول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإن تقرأه من أول ما نزل إلى آخر آية نزلت لا تجد فيها طراباً والاختلافاً بل يصدق بعضها بعضاً ويدل بعضها على بعضاً ثم قال عز وجل بعد ذلك ثم فُصِّلت آياته والتفصيل المقصود به التوضيح والبيان التفصيل المقصود به التوضيح التوضيح والبيان فأُحكمت أُتقِنت الآيات ثم فُصِّلت يعني بُيِّنت بُيِّنت أوامره ونواهيه بُيِّن فيه ما يُحِبُّه الله وأمر به وما يُبغِضه ونهى عنه فُصِّلت فيه الشرائع والعقائد والمعاملات والأخلاق وكل ذلك يدخل ضمن ضمن معاني التفصيل ثم قال عز وجل من لدن حكيم خبير وهذا الختم في غاية المناسبة لمعنى لمعنى الآية الكريمة الختم بوصف الله بالحكيم والخبير مناسب فإن الحكيم يُناسب معنى الإتقان والخبير يُناسب معنى التفصيل لأن التفصيل الأمور وتوضيحها لا يكون إلا من الخبير الذي يُعلم بواطن الأمور وخواصها وإذا كان هذا الكتاب تفصيل من لدن حكيم خبير فإذاً ألا تعبدوا إلا الله يعني لأجل ألا تعبدوا إلا الله وانظروا لهذا الاستفتاح العظيم الذي تُستفتح به السورة دلالة على المقصد الأساسي وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل إنني لكم منه نذير وبشير وتأملوا هذا الخطاب الواضح الذي تبتدئ به السورة الكريمة فهي تُبين حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به وحقيقة مهمته أنه نذير وبشير يُنذِر المكذِّبين الصادِّين ويُبشِّر المؤمنين المُنقادين ثم قال عز وجل بعد ذلك وَأَنْ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فأمرهم بالاستغفار والتوبة ونحن نعلم أن بين لفظ الاستغفار ولفظ التوبة تقارباً في المعنى فلو أن أحداً فسَّر التوبة بالاستغفار صحَّ كلامه ولو فسَّر الاستغفار بالتوبة صحَّ كلامه أما وقد قُرِنَا في موضعٍ واحد فإنه يُحمل كل منهما على معنى خاص فالاستغفار يُحمل على ترك الشرك والمعاصي والطلب من الله عز وجل أن يغفرها وأن يتجاوز عنها وأما التوبة فإنها تُحمل على معنى الإيمان بالله عز وجل وفعل الطاعة لأن أصل التوبة الرجوع فالمقصود أن توبوا إلى الله يعني ارجعوا إلى الله عز وجل فإذن يكون معنى الاستغفار معنى الإقلاع عن الذنب سواء كان شركًا أو ما دونه والتوبة والرجوع إلى الله بالإيمان وعمل الطاعة وهذا غاية في التناسب لأن التخلية قبل التحلية ثم قال عز وجل يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى وهذه هي أول ثمرات الإيمان بالله عز وجل والانقياد لطاعته المتاع الحسن ولذلك قال يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى ولم يبين لنا صورة هذا المتاع لتذهب النفس في تقديل ذلك المتاع كلما ذهب المتاع الذي يكون في داخل النفس بذاتها فتشعر بالرضا والسكون والهدوء والانقياد والراحة وأيضًا المتاع حتى في حياته الإنسان وسلوكه العملي وهذا بفضل الله عز وجل يجده كل من يؤمن بالله عز وجل فإنه أبداً تجده مرتاح الضمير مرتاح النفس دائماً في حال استبشار وحال رضاً عن الله عز وجل حتى لو نزلت به من المصائب ما تنزل وذلك أثر من آثار الإيمان من آثار الإيمان بالله عز وجل ثم قال عز وجل ويؤتي كل الذي فضل فضلهم وهذا أيضًا من آثار الإيمان بالله عز وجل أن يعطي كل الذي فضله في العلم وفضله في العمل فيجازيه بحسب عمله وهذا من كمال عدل الله عز وجل كل صاحب فضل يعطى فضله أيًا يكون ذلك الفضل الذي هو فيه وعليه ويؤتي كل الذي فضل فضله ثم قال عز وجل بعد أن ذكر ثمرة الإيمان ثمرة الاستغفار والتوبة وهذا أسلوب ترغيب ودعوة لهم بين بعد ذلك عاقبة الإعراض فقال عز وجل فإن تولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يومٍ كبير إذا لم ينقادوا ولم يؤمنوا بالله عز وجل فإنهم موعودون بعذاب يومٍ كبير والمقصود به يوم الآخرة ووصفه بالكبير لعظم ما يقع في ذلك اليوم وفي قوله عز وجل ويؤتي كل الذي فضل فضله فيه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل وتأملوا حيث يقول عز وجل ويؤتي كل الذي فضل فضله بما أنك عملت فضلاً وحسناً فإنك تجازأ عليه بالفضل والحسن ولهذا هذه الآية تدل على أن الجزاء من جنس العمل ثم قال عز وجل بعد ذلك إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تأمل هنا تقديم الجار والمجرور إلى الله مرجعكم وهذا من باب الاهتمام بما يكون إليه الرجوع يعني أنتم ترجعون إلى الله وليس إلى أحد سوى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهذا أيضاً غاية في المناسبة ختم الآية بذكر قدرة الله عز وجل هو غاية في المناسبة لأن إرجاع الخلق مرة أخرى بعد فنائهم بعد أن يبلوا إرجاعهم مرة أخرى هو أثر من آثار قدرة الله عز وجل إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ثم قال عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم بعد أن ذكرت هذه الآيات حقيقة دعوة النبي حقيقة القرآن الذي أنزل عليه حقيقة ما يأمر به وما ينهى عنه عاقبة من يطيعه وعاقبة من يعصيه انتقل إلى الحديث عن واقع أولئك كفار مكة عن واقعهم وموقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وتأمل هنا كيف يحكي الله عز وجل صورة عجيبة من موقف أولئك المشركين من هذا القرآن العظيم هم أهل اللسان أهل اللغة فيعرفون ما في القرآن من بديع النظم وبلاغة البيان يعرفون ذلك ويشد أسماعهم وقلوبهم إليه ويشعرون بعجز مفضع أمام هذه الآيات العظيمة يشعرون لأنهم أهل اللسان فيعرفون ما مدى فيها من البلاغة وعظم المعاني والدلالات والهدايات ولم يجدوا سبيلاً للإعراض وتحاشي ذلك القرآن إلا هذه الصورة التي يبينها عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم أصل الثني طي الشيء فهو يثني صدره يعني يجمع صدره كأنه يريد أن يغلق صدره وقلبه فلا يخلص إليه القرآن من شدة تأثير القرآن فيهم بلغ بهم إلى هذا الحد من الإعراض ومحاولة التصدد والبعد عن سماع آيات الله عز وجل وفي آية أخرى يقول عز وجل وقال الذين كفروا يعني انظروا كيف يحكي الله عز وجل حال عجزهم المفضع من هذا الكتاب العزيز يقول عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أولا لا تسمعوا له طيب لماذا لا تسمع إن كان باطلا فلا عليك إن تسمع منه لكنهم يعلمون تأثيره العظيم في القلوب لا تسمعوا لهذا القرآن طيب هب أنكم سمعتموه عرضا أو ألقي عندكم بمحظركم والغوا فيه يعني ارفعوا أصواتكم بالصياح واللغوا حتى تشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع القراءة والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني رجاء أن تغلب فلم يملكوا أي شيء أمام هذا القرآن إلا أن يفعلوا هذه الأفعال الدالة على عجزهم وإفلاسهم أمام هذه الآيات الآيات العظيمة قال عز وجل ألا حين يستغشون ثيابهم الاستغشاء التغطية ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون يعني مهما حاولوا أن يتغطوا وأن يستغشوا بثيابهم أو غير ذلك فإن الله عز وجل يعلموا ما يسرون وما يعلنون مهما كان حالهم ومهما اجتهدوا في الاستتار والتغطية ثم قال عز وجل بعد ذلك وما من دابة بل قبل هذا تأملوا ختام الآية الكريمة حين يقول عز وجل إنه عليم بذات الصدور أيضا هذا الختم للآية الكريمة مناسب لمضمونها لأن مضمون الآية فيه بيان لكمال علم الله عز وجل واطلاعه على خبايا على خبايا النفوس ولهذا ناسب أن تختم الآية بهذا الوصف ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بدأت الآية الكريمة في عرض مظاهر قدرة الله عز وجل فقال وما من دابة يعني لا توجد دابة والدابة كل ما يدب على وجه الأرض كل ما يدب عليها ويمشي أيًا كان دبيبه وأيًا كان مشيه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالله عز وجل خلق الخلق جميعًا وقدر أقواتهم وآجالهم وأرزاقهم لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها وعملها هذا أمر مضمون لا شك فيه ثم قال عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها المستقر محل الاستقرار والمستودع محل الاستيداع ومحل الإيداع وقد تنوَّعت عبارات السلف رحمهم الله في بيان المستقر والمستودع ومن أشهرها قولهم أن المستقر والمستودع في الرحم وإذا علم هذه الحالة وإذا علم الله عز وجل هذه الحالة فهذا دلالة على علمه التام بحال الإنسان ويعلم مستقرها ومستودعها يعني مقدار ما تستقر في الرحم وتستودع فيه حتى يأذن الله عز وجل لهذه النفس أن تخرج من الرحم لكن الآية الكريمة الأولى أن تحمل على عمومها فيعلم كل مستقر للنفس وكل مستودع وكل مستودع لها والأصل وهي قاعدة يعني عامة يستفيدها طالب العلم في فهمه لنصوص الكتاب والسنة أن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة العموم أن تحمل على المعنى العام هذا هو الأصل إلا إن جاء ما يقيد ذلك أما الأصل فأن تحمل على على العموم ولذلك هذه من القواعد التفسيرية التي طبقها بعضها أهل العلم في ترجيحهم بين الأقوال كما هي طريقة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فكثيرا ما كان يرجح اعتمادا على هذه القاعدة أن العبرة أن الأصل أن تحمل ألفاظ القرآن الكريم على العموم ثم قال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء أيضا هذا بيان لصفات الله لبعض صفات الله عز وجل وكمال قدرته ومنها خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق السماوات والأرض كثر ذكره في القرآن الكريم والإشارة إليه في مواضع كثيرة أن يشار إلى خلق السماوات والأرض والحقيقة إن العلم الحديث كشف لنا كثيرا من حقائق السماء والأرض كثيرا من الحقائق التي لا نعلمها عن خلق السماء والأرض دل على هذا الخلق العجيب الكبير على هذا الكون الواسع الذي لا يشكل فيه الإنسان بل هذه الأرض التي نحن عليها لا تشكل فيه شيئا يذكر حتى إن بعض العلماء أراد تقريبا مقدار حجم الأرض من هذا الكون فقال الأرض بمن عليها هم نقطة على حرف في صفحة من مجلد من أصل خمسمائة مجلد طبعا هذه الصورة التقريبية وإلا فالأمر أكبر وأوسع هذه الأرض عبارة عن هذه النقطة التي فوق حرف فما الإنسان نفسه في الأرض الإنسان على الأرض ما هو إلا نقطة فكيف بنا الواحد مننا بالنسبة لهذا الكون فتبارك الله الخلاق العليم قوله في ستة أيام الحقيقة إن الإشارة إلى هذا الأمر إلى أن الله عز وجل خلق الكون في ستة أيام يربي الإنسان على معنى على معنى التأني في الأمور والرفق فيها فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء ولو شاء خلق خلق السماوات والأرض في طرفة عين لم يعجزه ذلك فإنه إن شاء شيئا قال له كن فيكون ولكنه عز وجل يخلقها في هذه الأيام الستة ومن المعاني والحكم أن يتربى الإنسان على معنى الحلم على معنى الأناه وعدم العجلة في إتمام الأمور وإنجازها ثم قال عز وجل وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء العرش هو سرير الملك وهو وقد دلت النصوص الواردة في صفة العرش على عظم خلقه عظما لا يقدر قدره بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن العرش هو أكبر مخلوقات الله وأعظمه وبين يدي حديث أخرجه البيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة يعني الحديدة ألقيت في فلاه حديدة صغيرة ألقيت في صحراء واسعة الفلاه هي الصحراء الواسعة وفضل العرش على الكرسي الآن الكرسي أوسع وأكبر من السماوات التي ذكرنا قبل قليل إشارة إلى حجمها أكبر مقدارها نسبة إليها كالحديدة ألقيت في صحراء واسعة هذا بالنسبة للكرسي طيب ما نسبة الكرسي إلى العرش قال صلى الله عليه وسلم وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الألفلات على تلك الحلقة فلا يقدر قدره إلا الله عز وجل قوله ليبلوكم أيكم أحسن عمل هذا في بيان حكمة خلق الإنسان ذلك أن الله عز وجل هو الحكيم العليم لا يخلق خلقا إلا لحكمة ولهذا يقولون يقول العقلاء من البشر لو أن الله لم ينزل الكتب ولم يرسل الرسل لعلمنا أن هناك حكمة لخلقنا وأن هناك مرد بعد ذلك لأن الله حكيم والحكيم لا تخلو أفعاله عن لا تخلو أفعاله عن عن حكمة ولذلك محال أن يكون خلق الناس بغير حكمة ولهذا قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل يعني ليبتليكم فيعلم أيكم أحسن عمل وتأمل هنا ربنا عز وجل ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عمل بل قال أحسن عمل هذا هو المقصود الإحسان في العمل ومعنى أحسن عمل أحسن ما فُسِّرت به هذه الآية أخلصه وأصوبه أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من عمل عملا حقق فيه هذين الشرطين فقد أحسن في عمله ولذلك الله عز وجل لا ينظر إلى كثرة العمل ولا لسعته بل ينظر إلى تحقيق هذين الشرطين الإخلاص وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة الصور ولذلك كم سبق درهم دينار ربما يتصدق الإنسان بريال واحد فيكون عند الله أفضل ممن يتصدق بآلاف الريالات لأن المعنى ليس في كثرة النفقة أو الصدقة أو كثرة العمل المعنى على تحقيق معنى الإخلاص لله عز وجل وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك على المرء الحقيقة أن يجتهد في تحقيق هذين الشرطين لأنهما معقد معقد النجاح قال عز وجل بعد ذلك ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يبين الله عز وجل في هذه الآية موقف الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذا الربط بين حكمة الخلق وتكذيب وتكذيب الكفار بالآخرة والمرد إلى الله عز وجل ليدل على أن تكذيبهم وشكهم في البعث دلال على ضعف عقولهم وجهلهم لأن أصلا من العقل العقل لوحده يقطع أنه محال أن يخلق الله هذا الخلق ويدعهم هملا محال أن يخلق الله هذا الخلق ويتركهم يترك بعضهم بعضا يتعدى بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا دون جزائن ودون حساب محال أن الظالم في هذه الدنيا يظلم الناس ثم يعيش عيش السوية ويموت ميتة سوية ولا يحاسب على ظلمه محال هذا لا يجوز في حكم العادل الحكيم العليم ولهذا ربط بهين هذين المعنين بين حكمة الخلق وتكذيب وتكذيب الكفار ليدل على أن تكذيبهم مع أنه تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولخبر الله إلا أنه جهل بحكمة الخلق وضعف ونقص ونقص في عقولهم والآية الكريمة فيها إشارة أيضا الآية فيها إشارة إلى أن حقيقة الرزق هو من الله عز وجل أن حقيقة الرزق هو من الله عز وجل وما هذه الأسباب التي يسعى لها الناس إلا وسائل لتحقيق ذلك الرزق وإلا فإن الرازق هو الله عز وجل وفي قوله عز وجل وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوْثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هذه الجملة الشرطية فيها دلالة وهي جملة فعلية فيها دلالة على التجدد والاستمرار يعني مهما تقول لهم إنكم مبعوثون تقول بقولك وبفعلك تقول بالأدلة بكل أنواع الأدلة التي تقولها ومهما تعيد عليهم فإنهم أبدا ليقولون هذا القول فالجملة الفعلية تدل على التجدد هذا القول منهم واستمرارهم عليه وبقائهم على ذلك وفي الآية أيضا دلالة على أن أن خلق العرش أن الله عز وجل خلق العرش قبل خلق السماوات قبل خلق السماوات والأرض وقد جاء ذلك أيضا مع أنه صريح في الآية إلا أنه أيضا جاء صريح في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عمران بن حسين وفيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول هذا الأمر يعني أول خلق الكون خلق هذا الكون عن أول هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله لأنه عز وجل هو مبدع وخالق الأكوان وموجدها على غير مثال سابق قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء فهذا فيه دلالة على أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض وهذا الاستفتاح الذي تستفتح به هذه السورة الكريمة بهذه الآيات هي تؤكد ما أشرنا إليه في أول حديثنا عن هذه السورة من أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه وربطا وربطا عليه بأن يعلم أن هذا التكذيب الذي صدر عن قومه صدر بسبب جهلهم بالله عز وجل وعدم معرفتهم بالحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض وجهلهم بآثار حكمته عز وجل لأنه محال على الحكيم العليم أن يخلق خلقا عبثا بلا هدف ولا غاية ثم أيضا شكهم في البعث بعد الموت حقيقته شك في قدرة الله عز وجل وقد جاء ذلك صريحا في آيات أخرى تحكي صورا من صور شك في قدرة الله عز وجل مثل قول عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم يعني بعد أن بعد أن تتفتت هذه العظام وتصبح رميما من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول أول مرة نتوقف عند هذا القدر في هذا الدرس ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر